ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصلاع التموينية وذلك لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطي استراتيجيا آمن من الصلاع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر وأكد وزير التموين أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للصلاع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على السوق الصلاع وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمية ومراجعة خطة الاستيراد والتوزيع وفقا للمتغيرات لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مناسب ترجمة نانسي قنقر